النسور عبارة عن فتحة غير طبيعية تصل بين فتحة الشرج والمستقيم أو أي جزء آخر من الأمعاء هذا النسور يظهر نتيجة الالتهاب ويمتلئ بالقيح أو الخراج ومن الجدير بالذكر أن هذه الإصابة من الممكن أن تتسبب في حدوث شق في فتحة الشرج وقد تسبب الألم والنزيف أثناء عملية الإخراج الهدف الأساسي من علاج النسور هو التخلص من مشاعر الألم وعدم الراحة والمساعدة في عمليات شفاء الشق والتمزق في منطقة الشرج إليكم أهم الخطوات العلاجية التي يمكن اتباعها لعلاج النسور الإجراءات المنزلية لعلاج النسور إن كانت الإصابة بالنسور الشرجي نتجة عن الإمساك أو الإسهال فمن الضروري أن تقوم بتغيير عاداتك من أجل المساعدة في التخلص من ذلك هذه نصائح من شأنها أن تساعدك في علاج النسور منزليا الحفاظ على رطوبة الجسم وذلك عن طريق شرب السوائل التي لا تحتوي على الكافيين على مدار اليوم تناول الأطعمات الغنية بالألياف الغذائية ذلك من أجل تجنب الإصابة بالإمساك فعليك بتناول ما بين 20 إلى 35 جراما من الألياف يوميا تجربة الملينات وذلك بعد استشارة الطبيب والتي قد تساعدك في التخلص من الإمساك تجنب تأجيل دخول المرحاض فتأجيل ذلك من شأنه أن يسبب تصلب البراز وبالتالي تفاقم الإصابة بالإمساك والنسور الشرجي تجنب الجلوس على المرحاض كثيرا فذلك يزيد من الضغط على فتحة الشرج تنظيف فتحة الشرج مع مراعاة القيام بذلك بلطف بعد عملية الإخراج استخدام أحواض الملح والتي قد تساعد في علاج النسور الإجراءات الدوائية لعلاج النسور في بعض الحالة من الضروري استشارة الطبيب الذي يقوم بإجراء فحص أولي للمنطقة بعد الخضوع للتخدير الموضعية للمساعدة في تحديد خطة العلاج في الغالب يتم علاج النسور الشرجي من خلال إجراء الجراحة حيث يكون الهدف من هذه الجراحة هو التئام النسور مع تجنب إحداث تلف في العضلة العاصرة وهي حلقة العضلات التي تفتح وتغلق فتحة الشرج إذ قد يؤدي تلفها إلى فقدان السيطرة على الأمعاء وحدوث ما يعرف بسلس الأمعاء يعد بضع النسور هو أحد الخيارات الشائعة لعلاج النسور الشرجي بالجراحة وأكثرها فاعلية والذي يتضمن إحداث شق على طول النسور لفتحه حتى يشفى كندبة سطحية قد يقوم الطبيب بوصف بعض أنواع الأدوية التي تساعد في تسريع عملية الشفاء وتسكين الألم الناتج عن النسور أعراض النسور الشرجي النسور الشرجي الحاد والذي لا يستمر لأكثر من ستة أسابيع وهو الأكثر شيوعاً وعادة ما يشفى من تلقاء نفسه النسور الشرجي المزمن وهو الذي يستمر لأكثر من ستة أسابيع ويحتاج لعلاجات وتدخل طبي من أجل الشفاء تترافق الإصابة بالنسور الشرجي مع بعض الأعراض المزعجة والتي تتمثل فيما يأتي ألم وتورم في منطقة الشرج حرارة وقشعيرة بالجسم الشعور بالتعب والمرض إحمرار والتهاب وحكة في منطقة الشرج وجود قيح بالقرب من منطقة الشرج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر